سأل يقول بعض الورش يكون في اتفاق معهم بأن يعطيهم مبلغ معينا لمدة سنة مثلا ألف ريال ثلاث ريال و خلال هذه السنة أي شيء تتعرض لها السيارة طبعا بشرط معينة يقومون بإصلاحه داخل في هذا التكلفة قد يمر السنة كاملة و لم يحصل شيء للسيارة لكن المبلغ غير مسترد فما حكم ذلك هذا له صورتان الصورة الأولى أن يجري مع الورشة عقد صيانة بحيث تقوم الورشة بصيانة دورية و تقوم بإصلاح الخلل و يكون بعقد سنوي هذا لا بأس به و هذا يدخل في عقود الصيانة و لا بأس بذلك الصورة الثانية أن لا يكون العقد عقد صيانة و إنما يكون العقد يقول إذا حصل خلل نصلحه لك مجانا هذا ما الفرق بينه و بين التأمين التجاري هو نفس فكرة التأمين التجاري هذا لا يجوز لوجود الجهالة و الغرر لأنه قد يبقى سنة كاملة ما حصل خلل في سيارته فتأخذ الورشة مالا بغير حق و قد يكون العكس يكون خلل كثيرا فيأخذ هو مالا بغير حق يكون في هذا الجهالة و غرر فالصورة الثانية لا تجوز لكن إذا أراد يعني أن يعدل مثلا العقد يجعل على الصورة الأولى يقول لا أنا أريد أن أعقد مع هذه الشرية الورشة عقد صيانة بحيث يكون صيانة دورية مثل كل شهر أو كل شهرين أو كل أربعة أو شيء حسب ما يتفقنا عليه عقد صيانة دورية وتقوم الورشة بإصلاح الخلل يعني كخدمة مع هذه الصيانة وهذا يعني موجود الآن مثلا في عقود الصيانة عموما في صيانة المصاعد في صيانة الأجهزة الإلكترونية هذه عقود الصيانة لا بأسة بهذه الطريقة لأنهم يقومون بعمل فهو مبلغ نقدي مقابل عمل فهذا لا بأسة به لكن الصورة الثانية ما في صنا صيانة ما في صيانة يقولون إن حصل خلل في سيارك نصلحها لك هذه كالتأمين التجاري التأمين التجاري محرم في قول أكثر العلماء المعاصرين لما فيه من الجهالة والغرار فإذا كان من الصورة الأولى من صورة الصيانة لا بأس أما إذا كان من الصورة الثانية فلا يجوز